وظائف اللغة التي نتحدثها وأنماط التحدث المختلفة تختلف الروابط التي يطورها البشر مع بعضهم البعض عن تلك الموجودة في جميع الكائنات الحية الأخرى لأنهم أتقنوا التواصل اللغوي المعرفي اللغة التي يمكن أن تكون أداة بالنسبة لنا لمشاركة أنفسنا مع الآخرين لديها القدرة على بناء المجتمعات وتدميرها غالبا ما يعني أن تكون إنسانا إتقان نظام نحو معقد من أجل التواصل بشكل فعال مع الآخرين نتعلم كيفية التواصل قبل أن نتحدث ومع تقدمنا في السن نتعلم طرقا لاستخدام اللغة لنقل ما نريد قوله في الكلمات والجمل المعقدة بالطبع لا يحدث كل التواصل من خلال اللغة لكن إتقان لغة واحدة يساعد بالتأكيد في تسريع عملية التواصل الصحي الوظيفة الرئيسية للغة هي استخدام تلك اللغة يمنحنا القدرة على توصيل الأفكار والأفكار والمشاعر للآخرين في أسرع وقت ممكن يمكننا فهم اللغة بشكل أفضل من خلال النظر في وظائفها الأساسية الأخرى 1. إعلام وظيفة تحدث الوظيفة الإعلامية للغة عندما نستخدم اللغة لنقل أي معلومات جوهر هذه الوظيفة هو إعلام الآخرين من خلال توضيح الحقائق 2. وظيفة رائعة 3. وظيفة أساسية أخرى للغة هي وظيفة التعبير يمنحنا طرقاً لتوصيل مشاعرنا وردود أفعالنا ومواقفنا إلى شخص آخر أو أنفسنا 3. وظيفة التعليمات 4. تتمثل الوظيفة التوجيهية للغة في مساعدتنا في التوجيه أو الأمر 5. على سبيل المثال يوفر القدرة على إخبار أنفسنا أو إخبار شخص آخر بما يجب القيام به في أي موقف معين 6. باستخدام اللغة التي نتحدث بها بطريقة تسمح للجمهور بفهم أفكارنا بشكل كامل 7. أن تكون اقتصادياً عند اختيار كلماتنا 8. أي التحدث دون تجاهل مستوى وعي أولئك الذين يستمعون إلينا 9. اختيار السرد القائم على الرحمة بعيداً عن الكلمات البغيضة 10. إن التحدث دون الدخول في ألعاب القوة للتلاعب بالمستمعين هي اللبنات الأساسية لاستخدام اللغة بشكل فعال 11. هناك العديد من الأساليب المختلفة التي يمكننا من خلالها نقل ما نريد نقله عند التحدث 12. في حين أن بعض هذه الأساليب فريدة لشخصيتنا ومختلفة عما نتحدث عنه عادة 13. يمكننا تكيف أنماط معينة لأنفسنا اعتماداً على الموقف 14. الأنماط المباشرة وغير المباشرة 15. النقل المباشر هو طريقة لاستخدام اللغة لإخبار شخص ما بما تريد قوله بالضبط 16. يستخدم النقل غير المباشر كلمات أو أنواع اتصال لها معنا غير مباشر لإظهار أننا نشعر بطريقة معينة 16. إذا كنت قد جادلت مع شخص ما، فمن المحتمل إنك جربت كلا الأسلوبين في اللغة 17. الأنماط الشخصية والسياقية 18. هذان الأسلوبان اللغويان أكثر تعقيداً بعض الشيء 19. بشكل عام، يشير الأسلوب الشخصي إلى نمط الحياة الشخصي للفرد، وهو أسلوب غير رسمي ويركز على ذلك الشخص 20. تعني الأنماط السياقية تغيير اللغة اعتماداً على سياق الموقف 21. على سبيل المثال، قد يستخدم الأستاذ أسلوباً عند إلقاء محاضرة على طلابه 22. بينما يستخدم أسلوباً شخصياً في التحدث مع الأصدقاء والزملاء 23. يمكن أن يكون الاستخدام غير الفعال للغة التي نتحدثها مشكلة بالنسبة لنا جميعاً 24. لهذا السبب من ألمهم الانتباه إلى كيفية استخدامنا للغة في أي موقف معين 25. استخدم اللغة المناسبة 26. إن استخدام اللغة المناسبة لا يعني فقط تجنب اللغة البذيئة قد تكون هناك أوقات يكون فيها ذلك مناسباً حقاً 26. استخدام لغة مناسبة للجمهور يعني استخدام لغة يمكنهم فهمها والتعامل معها والتعامل معها 27. استخدم لغة حية 28. يمكن أن يعني استخدام لغة حية استخدام المزيد من الخيال والصفات لوصف شيء ما بشكل واضح قدر الإمكان 28. استخدم لغة شاملة 29. تعني اللغة الشاملة استخدام لغة لا تستبعد أي شخص 30. على سبيل المثال 30. يمكن التحدث بها لتشمل الأشخاص الذين لا يتماثلون مع مجموعة معينة 31. كما أنه عنصري وجنساني وبغيض ومتغطرس ومتحيز إلخ 32. كما يعني تجنب اللغات 33. انتقد بعض المفكرين استخدام اللغة في الأساليب والسياقات والشمولية لأنهم يجادلون بأن التواصل بهذه الطريقة يعني الوقوع في شر كما يسمى الصواب السياسي 34. الصواب السياسي مصطلح يستخدم لوصف التعبيرات والأفكار والممارسات التي يتم استخدامها بعناية حتى لا تؤذي الأشخاص من مختلف اللغات والأديان والثقافات والأجناس 35. وهي حفرة نقع فيها جميعا اليوم بشكل عام يدفعنا الصدق إلى اتهام الناس بعدم الحساسية من ناحية واعتماد نهج ينتقدهم ويقلل من شأنهم لكونهم مفرطين في الحساسية من ناحية أخرى 36. يمكن لأي شخص أن يرى لنفسه الحق في فرض حقيقته الأخلاقية على الآخر 37. إذا كان الأشخاص الذين يصلون إلى الجماهير لا يستخدمون مثل هذه اللغة 37. فيمكن أن يصبح في كثير من الأحيان ضحايا لثقافة الإعدام خارج نطاق القانون من وجهة نظر أخرى 38. على الرغم من أن الصدق قد وجه معارضة قوية على أساس أنه ضد حرية التعبير 39. إلا أنه يلعب أيضا دورا مهما في مراجعة خطابات المجتمعات التي تعزز التمييز 40. كما هو الحال في كل قضية أخرى يمكن أن تكون مفاهيم التوازن والرحمة والاحترام منشئ الحل 41. مستويات الوعي هي فقط لإنقاذ اليوم والعيش بدون تفكير والطاعة دون التساؤل والتمييز والتغلب والهزيمة والقمع وما إلى ذلك 41. نظرا لأننا نعيش حياة عالقة في القوالب النمطية فإننا نضيف محتوى إلى جميع المفاهيم التي نحصل عليها من خلال هذه الأفعال 42. ومع ذلك فإن القدرة على استخدام اللغة بشكل فعال للتحدث هي أيضا أداة ممتازة للتعرف على الروابط العميقة وغير المرئية 43. هناك حكمة خاصة بها لا يمكن مشاركتها إلا مع أولئك الذين تعلموا الاستماع إلى ما يقال 44. غالبا ما تفقد المفاهيم معناها الحقيقي وتحصل على نصيبها من الاستقطاب 45. تصبح الكلمات غير مستقرة وذات وجهين وغامضة وتتجول في أبعاد عديدة 45. لهذا السبب يتعين علينا إعادة تعلم القدرة على إدراك كل كلمة من جميع الأبعاد في وقت واحد 45. ترجمة نانسي قنقر